كلمني عن المشاريع المتوسطة والمشاريع الصغيرة إزاي هيتم تمولها ومين اللي ممكن يترشح لها وياخدها إزاي وما هتكون موجودة في محافظات إيه والشباب تعمل إيه إحنا عندنا فيه اتجاهين عندنا للعمل في المشروعات الصغيرة أولا إحنا كان لزاما علينا فيه وزهوية التنمية المحلية إن إحنا نشوف كل محافظة وإيه ما تشتهغ بيه اللي ممكن لو ما نعملش مشروعات تقليديا قلت بعض يعني واحد فتح محل التاني يفتح زيه بتاع مش عارف سايبر الناس تفتح زيه وده فتح حاجة أو عمل مشروع تربية دواجن التاني الناس كلها تعمل زيه فإحنا عندنا نزلنا بعض المحافظات عندنا حوالي دلوقتي 12 محافظات تم حصر إيه الموارد الاقتصادية والإمكانات اللي موجودة عندهم اللي لو استخدمها يقدر ينتج منتج منافس يعني شاب دلوقتي اللي يجي يقدم يعمل إيه بيلاقي عندنا أفكار لأكتر من 3000 مشروع يعني هو بيجي يلاقي عندكم إنتم من الأفكار ودراسات جدوى موجودة وله هو عنده فكرة تانية بنعمله إحنا دراسات الجدوى طيب هو إيه المؤهلات اللي مفروض تكون عنده عشان يقدر إنه هو يجي بيقدم في حاجة زي كده شاب مصري معه بطاقة مخلص الجيش بتاعه عدلوا 21 سنة يقدر يقدم وإحنا بنقدم له كل الدعم الفني وبدون ضمانات بتضمنوا حاجات القروض هتضمنوا حقكه إزاي؟ القروض لحد مبلغ معين لحد 25 ألف وده مسؤول عنه السفير محمول السعيد عندنا في الوزارة لها بيضمنوا المكان اللي هو بيعمل فيه اللي بيعمل فيه المشروع بتاعه بيضمنوا واحد يعني أخوه أخته زوجته تقدر تضمنوا فوق كده بيضمنوا المكان اللي بيعمل فيه كويس؟ وموجود دلوقتي في كل وحدة محلية موجود مكان اسمه مشروعك مشروعك اللي تدعمه وزارة التنمية المحلية تلاقي الأفكار للمشاريع لو أنت ما عندكش فكرة تلاقي اللي بيقدم لك الدعم تلاقي اللي بيخلص لك ورعك تلاقي اللي بيطلع لك رخصة مؤقتة لمدة خمس سنين يعني رخصة تطلع لك ده بيحصل دلوقتي يعني الشباب دلوقتي تعمل إيه؟ لو الشاب دلوقتي بيتفرج علينا عايز باطل عاطل عفوا عاطل ومش عارف يشتغل وعايز يعمل مشروع يروح يتقدم لموقع مشروعك في المركز اللي هو تابع له أو في المدينة أو في الحي اللي هو تابع له يروح ويقول لهم أنا عايز أعمل مشروع لو عنده فكرة يقول الفكرة وهم عايز يساعدون في دراسات الجدوة لو ما عندوش ياخد الأفكار الموجودة ويدرس منها الفكرة اللي تنزل انتواندو